إيه اللي حاصل؟ فإحنا عايشين بمدد الله كلنا نمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فإحنا عايشين بنور الله وعشان كده بنيان نور حب الحياة مع نور الأمل لازم نكمله كمان مع بنيان نور تارت وهو نور المسئولية وعدم الهروب وكمان يبقى عندنا بنيان من نور اليقين إن بركة الله سبحانه وتعالى بتملح حياتنا كلها وإن بكرة مليان بالخير لإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك حياتنا أنا عايز أقول كده إيه إن احنا مبنيين من نور ما ينفعش نقول الإنسان بنيان الله وملعونه من هدم بنيان الله ونعتبر إن الإنسان مبني من لحم ودم أو من لبنات لا الإنسان مبني من خيوط من نور فإحنا نور مبنيين بنور الله سبحانه وتعالى يبقى إحنا مبنيين بنور الله وعشان كده أكتر سبب بيحاوت أولادنا بالنور ويقو بنيانهم هو إن احنا نحاوتهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم لأن حضرة النبي هو النور ومصدر النور في حياتنا لأن الأخلاق لو كانت نور فمصدرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده لازم نحاوتهم بحبنا لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما نحكي لهم عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم نحكي لهم مش عن حكاية ما بنحكي لهم مش عن حكاية بنحكي لهم عن نعمة رسول الله نعمة وهو اللي بيعرفنا يعني هي حب للحياة فاحنا ما بنحكي لهمش عن حضرة النبي أحداث تاريخية إنها بنحكي لهم عن نعمة ربنا حضرة النبي نعمة ربنا كفى برسول الله نعمة وعشان كده لما بنكلمهم عن حضرة النبي بنكلمهم عن نعمة ربنا بنكلمهم إزاي يبقى الإنسان فعلا مبني من النور فلما بنكلمهم عن سرطة مش بنكلمهم عن أحداث تاريخية بنكلموا عن حياة حياة نور من باب ان احنا بنتعلم معاهم وبنعلمهم من اعظم سيرة في الوجود ازاي نعيش الحياة بنور والنهاردة عايزين مع اولادنا نجرب ان احنا نشوف الهجرة الشريفة بعيونهم يعني ايه بعيونهم يعني نسمع منهم ازاي بيشوفوا احداث الهجرة ويه اكتر مشهد بيأثر فيهم ونبني معهم المعاني اللي بنتعلمها من الهجرة يعني مثلا حد من اولادنا واحنا بالفعل اسمعنا اولادنا حد في اولادنا ممكن يكون منباهر جدا جدا بمشهد خضرق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لغم ان الكفار محاصرين ان المكان بالسيوف انا لو بسمع اولادنا بيبقوا منباهرين بالمشهد ده بحس ان ابننا ده هو محتاج ان هو يعرف ربنا ان هو امانه محتاج ان هو ما يخافش لان هو دايما بيبقى حاسس ان الناس اللي حواليه ممكن يمنعه من الوصول لاهدافه او لحياة افضل فهو منباهر جدا جدا ان حضرة النبي خرج خرج والناس اللي هو كلهم متربسين به والكفار ما شافوهوش فيه اولاد كتيرة على فكرة لان هو في اولاد كتيرة بيحبوا لما يعجوا معليهم خطر يغمضوا عينهم متصور ان هو لو غمض عينيه محدش هيشوفه بس احنا لازم نعلمهم ان ابصار المشاركين هي اللي عميت مش ان احنا بنغمض عينينا عن الخطر فنبدأ نستثمر دفع فيهم ونغرس فيهم معنى مهم جدا ونور مهم جدا في حياته نور ايه فالله خير حافظه وهو ارحم الراحمين ده نور عجيب يخلي الواحد كده مسك نفسه ايه اللي حصل لما تكون عندك حاجة افتكر ان الرسول الله خرج وسط المشاركين لان هو ماذا على الحق وان هو مع ربنا وان نور ربنا معاه فخليك دايما مدام ما غلطتش مدام ما عشتش الغلط مدام انت بتعمل الصح امشي ايه اللي حاصل لازم نعلم اولادنا المعنى اللي احنا بنقوله بذا هذا المعنى الكبير اذا كنت مع الحق فليس هناك خطر يمنعك من ان تسير وانت في صحبة الحق يبا من اهم المعاني اللي ممكن نغرسها واحنا بنسمع منهم احداث الهجرة ثلاث معاني او ثلاث لبنات اساسية لبنيان النور اول حاج لبنة نور اليقين لازم نعلمه من الهجرة بتعلمنا ان الانسان يخلي حياته دايما عايش فيها في امان وامل هو انه يكون عايش بيقين ان ربنا معاه وهو معكم اينما كنتم تعالوا نقف شوية ازاي اعلم ابني ان ربنا معاه اعلم ابني ان ربنا معاه بس معية ربنا ما ازاي معية بابا اشتركوا في القناة